مرحباً بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو سأقعد أراجع لكم مراجعة سريعة لمنصة PluralSight طبعاً في الفيديوهات السابقة أراجعت لكم فقط كورسات المتخصصة في مجال علم البيانات لكن هذه المرة لأن PluralSight قدمت لنا أسبوع مجاني للمنصة فهأعطيكم نبذة عامة للمنصة وحنشوف مع بعض إذا المنصة مفيدة أو لا يلا نقول بسم الله ونبدأ الفيديو طيب أول ما تفك المنصة وتعمل لك حساب فيها هذه صفحة الرئيسية عندنا هنا براوس نقدر نختار الكورسات اللي نبغاها سواء في Office Application نختار مثلاً Powerpoint Microsoft Word في مجال الحساب السحابية نختار مثلاً الحساب السحابية في مجال Amazon Services أو Microsoft Azure أو عندك تعمل سيرج وتشوف بنفسك هنا طلعت لي الكورسات اللي أنا أخذتها واللي أنا أخذها وتحت هنا يطلع لك الكورسات على حسب الكورسات اللي أنا أخذتها يعني إذا أخذ كورسات في مجال علم البيانات تطلع لي هنا الكورسات اللي أنت بتشوفه احتمال كبير إن الكورسات هذي حتيرجبك أنت هنا بيطلع لك شيء اسمه Channels بعد شوية سأشرح لكم إشواء وعندنا شيء اسمه Path اللي هي المسارات طيب هنا تقدر تبحث بنفسك تكتب مثلاً Machine Learning ويطلع لك الكورسات طبع Python Machine Learning Azure Machine Learning Google Machine Learning وإلي هو طيب هنا عندنا شيء اسمه Path اللي هي المسارات طبعاً المسارات خلينا أقول لكم شيء معين فيها خلينا نقول هنا في عندنا مسار اسمه Building Machine Learning Solutions معناه يعني تعلم تعلم الآلة وتعليم الآلة باستخدام Psychic Learning حسنضغط عليه وازم تم شايفين قبل ما نضغط عليه دقيقة يقول لك أنه الكورس هذا المسار هذا يحتوي على 10 كورسات و24 ساعة نضغط عليه ونشوف طبعاً هنا يقول لك المسار ده طبعاً الPath أو المسار ينقسم لي ثلاث أكسام اللي هي Beginner و Intermediate Advanced اللي هو المبتدئين و متوسط و متقدمين ستخش في المسار ده وستبدأ يشبه الكورس ده بس في شيء هنا إنه المسار ده بيعلمني تعلم الآلة بPackage Psychic Learning بPackage هذا معروف في Python طيب وهنا يقول لي في البيجنر إنه المفروض أبدأ بهذا الكورس طيب بما إنه Psychic Learning Package في Python وأنا أتعلم أبدأ أتعلم تعلم الآلة بهذا الكورس هذا الكورس ما بيشرح لي Python يعني المسار ده المفروض يعلمني كورسات في Python فهذا شيء اللي ما يعجبني في الPath المسارات اللي موجودة في Plural Site إذا تروح Data Camp مثلاً وتشوف المسارات اللي فيها يبدأ لك من بداية يقول لك أبدأ أتعلم Python بعداً Intermediate Python بعداً Advanced Python بعدين يبدأ لك أساسيات Machine Learning بعدين يبدأ لك كيف نسوي Machine Learning بالPython اللي هو بالPyciclet Learn فهنا تقدر تقولي هنا أنا خطواتين أو ثلاث خطوات شاء لها فهنا إيش حنسوي هنروح نكتب مثلاً Python For Beginners أو Fundamentals مثلاً فنختار مثلاً كورس يشرح لي أساسيات Python عندنا مثلاً Data Science For Beginners بس نبقى نحنا Python For Beginners لم يجبطل لPython For Beginners مثلاً هنا عندنا Python هذا الPath فيه لجميع كورسات Python فاكيد هيجيب لي كورس أساسيات Python Python Big Picture Core Python بعدين يبدأ لك Variables وشيء زي كده فهذا الPath خاص للPython يشرح لك أساسيات Python الين Advanced يمكن في المشين لرنينج مثلاً ما تحتاج غير أول ثلاثة كورسات أو أربعة كورسات فيمكن Python Fundamentals يمكن فعلك هذا الاشياء تطر تبحث عنه وتروح بنفسك تشوفها الPath ما بيعطيك هو Python Get Started هذا كورس ممتاز يشرح لك الأساسيات دخلين نروح مع بعض Understanding Machine Learning ده نشوفهم أصلاً هنا يشرح لك Installing and Starting Python Axial Scalar Axial String Attration كيف تعمل هذي كلها أساسيات Python فأنا نصحك تاخد الكورس ده بعدين ايش تسوي تاخد الكورس اللي هو نحن قاعدين نتعلم Machine Learning بPython فلازم نتعلم Python أوكي بعدين نعمل شي اسمه Understanding Machine Learning with Python نفهم Machine Learning بPython وقبل الكورس ده نضطر ناخد مثلاً كورس مبتدئين لMachine Learning خلين نكتب Machine Learning الحال ونشوف يشوف يشطل لنا Understanding Machine Learning Understanding Machine Learning with Python فبما أنه في كورسات زي كده فالمفروض تاخد لك أول شي كورس مقدمة في Python بعدين كورس مقدمة في Machine Learning اللي هو ده 43 دقيقة بس بعدين تاخد لك Understanding Machine Learning with Python بعدين تخش في المسار ده وتتعلم بالعمق هذا الاشي دي كلها ما حتعرفها إذا ما عندك أحد يساعدك أو يدلك وزي كده يعني هنا مثلاً يقول لك تتعلم Machine Learning بس عن طريق أدوات Amazon Web Services فتضغط على الباث ده يفكل لك فيها 13 ساعة ويبدأ إليك Fundamentals of Machine Learning on WS Intermediate مكتوب بس لازم تروح تاخد لك كورسات بداية في Machine Learning وإشوى وإشوى Python بعدين تبدأ تيجي هنا تاخد الشهادة هذه لأنها تعتبر شهادة مهنية من قدمة من AWS بتشرح لك الموجولز اللي فيها على شكل كورسات مكتوب هنا Advanced Advanced Beginner حتى ما هي مرتبة لكنها بتشرح إيش بيسوو هما بعض المدربين يشرحوا كورسات Chapter 2 شرح لك فهد Chapter 3 شرح لك خالد Chapter 4 شرح لك محمد هما يجي جمعوا لك الكورسات يحطوا لك تحت الباث بس الأساسيات أنت تروح تبحث عنها هذا شيء ما عجبني أما في Data Camp لا مع أنهم مدربين مختلفين Data Camp بدأ لك من بداية Python مقدمة في Python مقدمة في تعلم الآلة بعدين بدأ لك حبة حبة يمشي معك هنا الباث تضطر تبحث للدورات الأساسية بنفسك ولكن نفس الباث ونفس الدورات جدا جدا ممتازة وجدا جميلة يعني مثلا هذه خطها باين عليها علامة خضرة كده خلين نضغط عليها ونشوف عندكم يطلع لكم Table of Contents هنا يطلع لك Description وصف للشي التي تتعلمها Transcript اللي هو الكلام اللي بيقول المدربة المدرسة Exercise Files تقدر تنزل Exercise Files اللي هي السلايدات والملفات والداتا وال اللي هي الاشياء اللي هم بيستخدموها أهلا الشيء السلايدات حقتهم تلاقيها Discussion إذا كان في Discussion أو للكورس ده يعني مثلا هنا عندك واحد اسمه برشاند كتب Great Course Perfect Place To Start For AWS وردت عليه المدربة تقول شكرا Learning Check تقدر تعمل Practice للأشياء اللي تعلمت هنا Related Courses يطلع لك كورسات شبيهة بالشي ده أوكي وهنا يعطيك الكورس مدد ساعتين و18 دقيقة ومتى تم أصداره لأنه في كورسات جديدة تنزل تقريبا كل يوم تقدر تنزل الكورس من Download Course على Offline Player Plural site تقدر تضيفه كشانل يعني تقدر بايتون تضيف ماشين لرنينج بالAWS تضيف ماشين لرنينج بR تعمل لك تجمع الكورسات في نفس الموضوع تقدر تعمل الشيء ده أما الباث هم مساويين ه خلينا نروح لشانل ونشوف ايش الشانل اللي كانت موجودة عندي انا اشترك في برنامج تمهين وهم عطولي 2 كورس Foundation و Data تخلص ده تخش في ده هم عملوا هذا ووضفوا عليه مجموعة من كورسات وباث يعني عندك هذا الشانل اللي قبله عندك بيك بكتر هنا هذا عبارة عن كورس بس هنا لو تنزل تحت Data Analytics Literacy هذا عبارة عن باث يحتوي على 17 ساعة اوكي فتقدر تشوف انه عبارة عن باث و كورسات هم يسول لك هي او المنظمة اللي انت فيها بيسول لك يعني ما خلينا نقول انت دخلت شركة والشركة بتعلمك في مجال Graphic Designing يروح ويعملو لك channel ويسموها باسم الشركة حقتهم و اكتبو Graphic Designing لان يعني انا دخلت عندي هنا channel من SDR Saudi Digital Library الآن دخلت مثلا شركة بوبا و اضافوا لي channel من عندهم و اضعوا لي كورسات من عندهم ف هيطلع لي هنا foundation center و اضع channel ثالث هنا اضع عليها و ابدأ اتعلم اللي فيها هم يشوف و يخش و يشوف البروغرس حقي عندكم هنا في البروفايل في شيء تاني عندنا في Udemy لما تأخذ الكورسات يطلع لك الشهادة على طول نفس شيء في data coast و data camp هنا لما تخلص الكورسات ما تطلع لك الشهادة على طول تروح في history في البروفايل هنا في history وفي history بيطلع لك الكورسات اللي خلصتها اللي خلصتها مية في المية تعال اضع علامة الربن هذه و تنزل لك الشهادة يا تحط ها تقدر كما تروح للبروفايل حقك وتشوف كم عدد ساعات خلصت كم يوم تتفرج لو تشوف هنا الpoint او الدووير هذي كلها عبارة عن مجال python و machine learning شايفين ازور machine learning python docker jpyter notebook numpy google كلها في مجال machine learning هذي ال trophies و badges يعني خلصت بسيكلي ال badges عبارة عن اشياء تاخدها مثلا اذا جلست يومين واربعة تتعلم الدورات بيطلع لك جلس اسبوع كامل تخصي المنصة وتتعلم بيطلع لك badges خلصت خلصت كم كورس في كم ساعة وهكذا هنا مثلا تقدر تشوف ال interest حقتي اهتماماتي اخترت لهم big data business intelligence data analysis data analytics يعني بسيكلي كلها في مجال عن البيانات تقدر تنتجي تختار هنا مثلا ال interest حقك في business تختار مثلا هنا كم اختيارات وتعمل دن يروح يطلع لك ايش الكورسات اللي هي في نفس المجال يعني اذا اخترت هنا cinema 4D و illustrator و v-ray و هده الاشياء يروح يطلع لي كل الكورسات في نفس المجال ده نوعا ما نوعا زي recommendation system كده اذا اهتماماتك information cyber security تختار هنا مثلا انت بغى تاخد دورات في Zeeh ولا خلنا نقول هادي و هادي مثلا نعمل دن يروح ايش يطلع لي الان كورسات لما اروح مثلا في ال home وانا هوم بيطلع لي الاشياء اللي انا اخدتها بس انت لو تحط ال interest هو خلاص يارف ال interest حكيتك ايش ويبدأ ايش يعطيك لقدام دورات في نفس المجال اللي انت اخترته بس انا الان عشان اي دائما انشغال في مجال البايثون شوفوا حتى هنا كل شيء طالع لي بايثون machine learning data analysis data analysis with r شايفين حتى data analysis with r طلع لي هي معنو ان اختار machine learning data science بالبايثون انو ايش data analysis بيخش في نفس المسار العلم البيانات وهكذا عامة الكورسات جميلة وفي شيء نسيت اقول لكم عليه انو الشيء ما شرحها طبعا الكورسات في مجال العلم البيانات اغلبها تكون technical يعني تشرح لك الرياضيات والاحصاء في فيها عندكم هنا احصاء كمان دورات في مجال الاحصاء ودورات مجال الاحصاء في علم البيانات ولكن الشيء اللي عجبني هنا في plural سايت انو بيقدم دورات في soft skills soft skills هذه لا data cam يقدمها ولا data quest يقدمها والsoft skills جدا جدا مهمة عامة ونادرا ما تلاقي منصات تشرح لك soft skills يعني data cam data quest والاماكن الثانية دي ما بتشرح لك soft skills بس هنا بيشرحو لك كيف تعمل phone skills كيف تكون better listener كيف تكتب ايميلات كيف تعمل presentations كيف تتكلم قدام الناس كيف تشتغل مع team اشياء جدا جدا مهمة هذا الاشياء اللي انا جبتني وانا اخدت من كم واحدة فيهم شركة وبالذات ما تكون عالم بيانات في data cam و data quest ما بيشرحو لك soft skills و soft skills جدا جدا مهمة فهذا شي انا اعجبني فيه اشي اللي ما اعجبني فيه path path ازاي 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 بيعطيك بس في النفس المجال بس انت تبطرت من نفسك تبحث وتروح فيصح سيكون عندك احد mentor او او مرشد يوجهك ويقول لك على الدورات فبنحيث الدورات نفسها ممتازة الاسلايدات ممتازة النفس الاشياء اللي بشرحوها بطريقة جدا جميلة وبصراحة انا انصحكم بزات انه هذا الاسبوع ادوكم اسبوع مجاني فانا اختلم الفرصة وادخل فيها انا شفت مسارات في موقع linkedin learning اللي كان linda.com سابقا برضو تقريبا نفس الشي بس المسارات في linkedin افضل بكثير من المسارات اللي هنا بس اجين زي ما قلت لكم تروحوا بالكورسات وتعلموا وتعلموا soft skill تراها جدا مهمة انا راجعت كورسات في مجال علم البيانات بنفس المنصة قبل كم يوم حتلاقوها بتظهر لكم هي فوق الان لا تنسوا تشوفوها وتعملوا لايك وسبسكرايب وكمينت حلو وشيكو الفيديوهات القادمة واشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا